كما ذكرنا تصريحات الرئيس تبون تلقفت هذه التصريحات جهة أخرى في ليبيا فقام عقيلة صالح رئيس البرلمان الليبي بزيارة إلى الجزائر والتقى الرئيس تبون وقدم تصريحات حول هذا الموقف وتصريحة تبون اعتبرتها الجهة الموالية لحفتر اعتبرتها مؤشر جيد تلقفته جاءت أيضا في ظرف بادرة مصر بمبادرة لإحلال السلام وقد سأذى ذهب حفتر إلى قاهرة والتقى بالرئيس المصري وكان برفقتها أيضا عقيلة صالح أعتقد بأن كل هذه التحركات هي فقط محاولة وضع خناق على تركيا التي تواجد عسكريا وتركيا تريد الحسم العسكري بلا أدنى شك تريد الحسم العسكري حتى أنه عبرت على أن تلك المبادرة جاءت فقط من مهزوم لحماية نفسها على كل حال تركيا تدخلت في ليبيا وبنت ذلك على شرعية الحكومة على حكومة السراج وطبعا شرعية حكومة السراج مستمدة من اتفاق الصخيرات والأمر الثاني من الشركاء داخل ليبيا وتتمثل في برلمان تبرق كما يسموناه البعض أو البرلمان الليبي وأيضا المجلس الرئاسي الذي شارك فيه البرلمان وشاركت فيه عند أطراف سياسية فاستمدت شرعيتها من هذه الأطراف أمر الاعتراف الدولي الذي مباشرة جاء بعد نجاح مؤتمر الصخيرات في المملكة المغربية بوصوب الإعلان عن حكومة السراج بعد ذلك من مفروض من مهام هذه الحكومة أنها تكون حددت لها مدة زمنية معينة ويجب كتابة الدستور الدولة وكذا وكذا وكل هذه الأمور لم تحدث بل أن الاتفاق الصخيرات مرت عليه الآن سنوات مما جعل وفقا لهذا الأمر أن شرعية الحكومة لم تعد هناك أي شرعية للحكومة ولا أيضا لا يوجد أي طرف شرعي أيضا في المشهد الليبي فالشعب الليبي لم ينتخب لا حكومة لم ينتخب لا حفتر ولم ينتخب لا السراج ولا شيء الآن في هذه الفطرة أن ما تراهن عليه تركيا فيما يخص شرعية السراج مبنية على حسابات خاطئة آخر تصريحات لوزير الخارجية التركي قال بأن حفتر ليست له شرعية أصلا سنحة حتى يكون طرف في المفاوضات وأعتقد بأن هذا يختلف جذريا عن الجزائر الجزائر لا تنظر إلى مسألة الشرعية بل تنظر إلى مسألة القوى الفاعلة في المشهد الليبي التي من خلال الحوار معها ستأتي الشرعية وستتحدد الشرعية الشعبية التي ذكرها من قبل حتى رئيس الجمهورية بأن الجزائر تراهن على الشرعية الشعبية والشرعية الشعبية تأتي عبر حوار ليبي ليبي ووضع آليات للمرور إلى هذه المرحلة ترجمة نانسي قنقر